بسم الله الرحمن الرحيم مجدداً نلتقي بكم أبناء الطلاب في الوحدة الثالثة في هذا الدرس نتحدث عن فرع من فروع الإنشاء وهو الاستفهام وللاستفهام طرق وأدوات أولاً الاستفهام بالهمزة بالتأكيد قد عرفتم في مرحلة سابقة أن الاستفهام له أدوات من بينها الهمزة وهل وبعض أسماء الاستفهام مثل من وأنا ومتى وأين وكيف ويعنينا أن نبدأ أولاً بالاستفهام بالهمزة والهمزة لها حالتان للهمزة حالتان الحالة الأولى أن تكون لطلب تصور المفرد ومعرفته والحالة الثانية أن تكون للتصديق فدعونا نتوقف مع الحالة الأولى الحالة الأولى التي تأتي فيها الهمزة أو الجمل التي تتصدر بالهمزة لطلب تصور المفرد ومعرفته كطلب معرفة المسند إليه أو المسند كقولنا أم محمد مسافر أم محمود في هذا المثال يلي الهمزة المسند إليه محمد وفي الغالب يستفهم عن المسند إليه أي عما يلي الهمزة وفي هذه الحال يؤتب بمعادل يسمى أم التسوية وهي المسؤولة عن المتصور والذي يليها كما قلت هو المسؤول عنه أكان المسند إليه أم المسند فإذا أردت أن أسأل عن محمود أم محمود مسافر أم محمد وإن أردت أن أسأل عن محمد فأقول أم محمد مسافر أم محمود فالسؤال عن الأول وليس عن الثاني إذن هذه الحالة الأولى التي تفيدنا فيها الهمزة طلب التصور أو طلب تصور المفرد ومعرفته أما الحالة الثانية التي تأتي فيها الهمزة فتكون لإدراك نسبة يتردد العقل بين ثبوتها ونفيها ويليها الجملة الفعلية في الغالب فنقول أقدم صديقك هنا السؤال يوحي بأن السائل متردد في حقيقة قدوم هذا الصديق من عدم قدومه فكما تلاحظون يأتي بعد الهمزة جملة فعلية أو فعل بخلاف الحالة الأولى التي هي همزة تصور المفرد التي يأتي بعدها الإسم ومن أدوات الاستفهام الاستفهام بهل وهذه الأداة تفيد طلب التصديق فقط ولا يذكر معها معادل مثل أم فلا يجوز أن نقول هل حضر محمد أم علي إن أردنا التسوية نقول أ بالهمزة أحضر محمد أم علي وهنا يلاحظ امتناع علم السائل بها لأنها تستعمل فقط عندما يكون السائل جاهلا بالعلم مثلا في حالة أقدم صديقك السائل كما رأينا متشكك أو ملتبس في قدومه فسأل بالهمزة أما إن كان جاهلا تماما فلا يسأل بالهمزة وإنما يسأل بها التي تفيد جهلا السائل بالمسؤول عنه جهلا تاما ومن أدوات الاستفهام متى ويستفسر بها عن الزمان الماضي وعن المستقبل متى وقع الاختبار أو متى سيقع الاختبار ومن علامة الاستفهام أيضا أيانا وتفيد سؤال الزمان المستقبل وكذلك أين التي تفيد السؤال عن المكان وكذلك أن وتأتي أن بثلاثة معان أن بمعنى كيف كقولنا أو كقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر بمعنى كيف يكون هذا وتأتي أن بمعنى أين أن لك هذا المال أي من أين لك كما تأتي أن بمعنى متى ومن أمثلتها أن يفيض نهر النيل أي متى يفيض نهر النيل ومن أدوات الاستفهام المعروفة الاستفهام بكيف عن الحال وبكم عن العدد المبهم وأي لتعين أحد المشاركين في الأمر إذن الاستفهام هو أحد فروع الإنشاء الكبيرة ولا بأس من أن نذكر إلى جانبه ما تقدم مثل التمني ومن بين الأنماط الإنشائية الكبرى الأمر والنهي والنداء وكل من هذه الأنماط تخرج لأغراض عديدة ومتعددة بحسب المقام والسياق من بينها الدعاء والالتماس والتهديد والوعيد والتعجب وما إلى ذلك وكلها ترد بأمثلتها إن شاء الله شكرا لكم مرة ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر